تحية بالميلز وفشل في الصعود واعتقد ان لو اهداف بطيئة واعتقد الاقرب ان احنا هناخد نفس طول الموجة دي من المستويات دي يعني اعتقد بالميلز مش احسن اماكن واعتقد بالميلز مكان مازال مكمل الاتجاه الهبط واللي ما حصل ده ده بداية نموذج الهكاسي عمل لي اي وعمل لي بي وعمل لي سي ما قبل تكملة الاتجاه الصعيد دي مش هيكلة الصعود نهائي واعتقد اللي حصل عندي لو احنا رحنا وشوفنا اللي بيحصل عمل لي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وهناخد تقريبا موجة موازية للموجة السابقة لو رحنا على وقلنا تشوف مستهدافات في بوناتشي عند الموجة دي اللي عملت لنا الانعكاس ده كله فناخد المستويات دي لحد المستويات اخر قاعة اشكر وعايزين مستويات الثمانية وسببين فيبل اقرب هنوصل وهنكسر مستويات واحد ستيب فيبل اللي عند جنوب نصف اللي حد مستويات الجنية وخمسة وتلاتين افشي تمام اللي انا شايف لو انت عايز تشتريب بانميز لازم نكسر المستويات دي اعتقد الخروج برا الماركت والانتظار افضل خصوصا حتى لو انا اخدت وقلت ان انا عايز بمنتهت بساطة ااخد في بوناتشي وااخد على الاقل المستويات مثلا التمانية وسببين فيبو اللي انا ممكن اناعكس منها فاعتقد الاقرب هيكون الصعود من عنده مستويات الجنيه خمسة وخمسين ارش لحد الجنيه ستة وتلاتين ارش وده الاقرب لبالم هيلز وكمان لو جينا مبص وقلنا حصل عندي انعكاس لانه فشل اختراق الكمة دي وما زال الزخم البيع عش رائع اقل فاعتقد ده بداية انعكاس والشمعة بتاعت النهار ده اللي بتأكد ان احنا راحين على اتجاه هابط فانا اخدت واحد وده بالنسبة لاثنين وما زلت استعدف مستويات الميوحة الستين فيبو الانتين فيبو اللي عند جنيه وربين افش حد مستويات الجنيه خمية وخمسين ارش واعتقد الخروج افضل لو انت جوه الماركت عايز تفضل تستمر وعندك امل ان هو يكسر المستويات دي اعتقد ان انا مش شايف اي صعود وطالما فضلنا تحت المستويات الى اتنين جنيه خمسة وعشرين ارش اعتقد لازم اكسر المستويات دي واسح احفور مانا وقول ان انا واقع على الاتجاه الصعيد واعمل مجهة جديدة ويكون بالنسبة لي كل هزو الصعود مثال لي واحد اتنين واستهدف موكا اقوا وانف وبيطوفي